أهلاً بكم. رجعنا لكم مرة تانية مع ريفيو جديد ورياكشن جديد لأحدث الفيديوهات اللي لازت وطبعاً عامل قلباناً على السوشال ميديا سباشل إن هو جايد سبعة مليون وتسعوبية ألف مشاهدة في اسبوع أو يعني ثمانتيام الفيديو كلاب بتاع ويكز والديسكو مصر كيف كده مبدئين طبعاً مش هنقول وجه نظرنا كمزيئ يعني في الأغنيان إنه طبعاً أنا كابتكلم عن نفسي أنا مثلاً أنا أود سكول ميوزيك بزياد أود سكول راب فبالنسبة لي موضوع راب مش مش أحسن حاجة بالنسبة لي أو مش الحاجات اللي ممكن مش إتجاب اللي ممكن أسمعها في العربية بس يعني بيجيلوا كده الأطوات الاسباشال إن الأغنية دي بتخلك كده مو تشيرفل أو بتخليك كده مبسوط وعجبني جداً فيها نتباين قدامي كصور وكبجو وليزايشن خليني كده رجع مع بعض من الأول نشوف الأغنية براعاً إيه واللقاطات إزاي والأنجلز اللي بتاخدها إزاي هنفيد كده وبعض النور أيام طبعاً أعتقد أنها من صور في الجونة إن طبعاً ديسكو مصر ملسكيته بحلو قوي مختلفين جداً جداً وبيعملوا اللقطة حلو قوي يعني وانتوا قديما لكم الزاوية وبعليم في سيمتريك العربية الجولف من فوق من هنا كده سباشال الشمس جاي من هنا أنا بحب أول مخرج يلعب مع الشمس المخرج اللي يخف من الشمس ده بحب إنه يلعب مع الشمس حلو قوي يعمل أضواء حلو قوي طبعاً فراطة زي جيب من إن الشمس في ضغره طبعاً هو وشه حيب أغامق فلازم بنجيب الرفلكتر عشان يرفلكت النور اللي في وشي طبعاً مش هتجيب لايك في الصبح أو مش هتجيبه أو الدور فبنجيب زي الرفلكتر زي حاجات كده بتبقى كبيرة قوي كده دايما بتشوفوها في الأقلام بتبقى بتعكس يا إيمال لون سيلبر يا إيمال لون جولد وغالباً هنا بيبقى جولد عشان تبقى أورم عشان تبقى عكسة في وشي الشمس تبقى جاية من أفاية أنا بصص كده للكاميرا فالشمس جاية كده فتعكس في الرفلكتر فتروح للرفلكتر الشمس في وشي فعشان بس يبقى وشي بنور والشمس بقى ثاية عشان ما يبقاش العكس أنا عجبتي الهدود اللي بيلعب بيها المخرج بيلعب بيها مع الكامير يعني بيتحس ان انت داخل مع وجزة المود وديه حاجة حلو قوي يعني المزيكة بويبز بالألوان حاس كده المود كله وراكب على بعض يعني تشير في البطريق حلو قوي طبعاً في الناس كتير أوزاد المامبر راب ده المامبر راب ده غريبة غريبة بيتقال على الناس اللي هي المامبر راب ده اللي هو الراپر السكة اللي هو أي كلام يعني عجبتني أول لقطة دي خدتوا بالكوا عمل ايه بتاعت هرجح لكم ورا ثلاثة تبصوا وتابدوا بالكوا منها عمل الوينز بيلعب بكرة الجولف وبعدين اضطع عدة عين الكورة عايز يحسك الكورة الكريستال هي اللي هتخذ الشمس وتنزل دي غالباً غالباً عملها افتر افكتس طبعاً وعملها طبعاً زي ماسكينج فوق في السماء وعمل على الشمس وبعدين خد الوقت دي اا اي فينك انها بتاعتها مش الصبح وبالليل زي ما فيه ناس بتاعتها طبعاً بالليل بعد ما معامل وقت دي اوكي ولكن الصبح هو لاعي فيها بطريقة معينة نوع عمل لها ماسكينج نوع عملها جي ف اكس او سوري عملها بي ف اكس اللي هو يعني وصراحك زي الشمس ننزل بقى بالليل فالاضاءة اشتغلية يعني الشمس ننزل الاضاءة اشتغلية طبعاً عاجبني قوي طبعاً الالوان دي طبعاً موضة جداً 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 في التصوير دلوقتي من طبعاً وقتها رهيب ان شلح اللمبات طبعاً النيون دي ولكن طبعاً اي مش نالي انها كاميرا فرينلي ما بتعملش مع الكاميرا وبتحطي على العربية بتعمل اضاءة رائعة بصراحة تشير تشير بصتو اللقطة دي مع الدخانة مع الرخصة مع العربية اللي في الظهر مع الناس اللي باب سي لبسي حلوة بجد عاجبني شكل ما هو المخرج بيبقى تخيل هو متخيل بكتر هو متخيل شكل فالتنفيذ بصراحة كان حلو كمان الرخص حلوة اوي في اجهة الحلوة اللايبس حلوة اوي يعني واغدين بلكن اللايبس عمنا ازاي مع الهيز اللي داخل الهيز اللي داخل الدخان حلو اوي برضو وبعد انا حركة الكاميرا هنا التركة هنا موفمنت الكاميرا او حركتها بتدخلك في مودل اللي تشير في البق بتحس ان الموضوع كله بيرقص معاك البنزيكة بترقص بالبوكس بيرقص بالناز بترقص بالكاميرا بترقص فدي عجبتني اوي كار داخل داخل الهيز اللي داخل الهيز اللي داخل انا حاس ان هو بل ايه كلام هو بس فيه رذب مع بعض او فيه ساجع زي ما بيقوله ولكن اوكي اه هو اللي عجيبني برضو ان المخر اللي بيحسك انك ان مش بتتفرج الحال كده وخلاص حاس ان انت يعني بيخطف لأتنشان بداعك لما بتتفرج بعدين عجبني اوي اوي اللقطة دي يعني كان ومرة راح تعمل لك كئين وداخل على عصابة وبا تفهمش الدماغ راح تفين وبعدين اللي بيفلكر وورا اللي هو بيناور ويدفي ده بعدين عامل هيز وعربية جيب عجبني عجبتني حلوة صراحة ان هو عامل سي طبرا هو دي بلو ان الحاجات الناس منفهمها الفيديوهالي بتنصرف كتير اولي اللوكيشنز الناس الاضاءة البرودكشن عموما عشان تطلع الصورة دي يعني مش هزي هلون تشاهدين ده مكلف ليه مكلف الاضاءة بالناس بالهيز باللوكيشن كل حاجة كل حاجة اللبس المعمور البيضة اللي بتفصلها بيتقى فيه فروس كتير لتنصرف عشان تطلع الصورة باللد زي ما تشاهدها كده الاضاءة حلوة حلوة شدومه غير موت كيف كده؟ عجبيني اول ورق البنك الحظ وبعدين طالع اللي هو اسمه الجيلي بيرز والعاجات اللي هي في الاولاد الكانديز كاينو مسلا رأي عمل حسك في الاول هو سينيس قوي وداخلي يعمل عملية مسلا بها مخدرات وهو مروا عدا بيشتري كانديز عشان برد يعني عشان برد خلق في مود الانشير في في مود الهزار في مود الفن فدي حاجة حلوة عجبيني قوي تحس ان هو بقى الموضوع بازد دي الباز وهو ما بده مطلع السلاح حاب مطلع مرسلسات مية فعجبني وشغل الولاد الادار حلوة بصراحة البيتشورز ما تشوف عليه حلوة الصورة طبعة بشكل جميل الالوان اعجبني قوي قوي انو ديسكو مصر طرعين معها في الفيديو كلابكي هو بص هو مع ديسكو مصر او عموما ديسكو مصر يعني اختلاف ودي الحاجة بصراحة بتعجبني فيما قوي بص ترانزيشن بقى كعام الجمهور اللي بيطلع في الجامل جدا جامل جدا دي برضو اقفين في اكسة او مش عارف ممول ازاي قوي ولكن هي اعتقد طبعا هي مش حاجة لي يعني حاجبني قوي بقى دي بصراحة رائعة الانجل اللي من تحت مع السماء مع اللايت مع الالوان مع البدلة البيكتر حلوة يعني في ناس ممكن ما تفاهمش قوي ان هي بنقول ايه ولكن هي هي ارتستيكو اللي هو الفيديو عبارة عن عبارة عن فن ان هو يطلع بالشكل ده ويطلع بالالوان دي ويطلع بالكوالي دي انا اي لايكت سو ماش اسپشل اللي احنا عارفنا واخرنا اناه ما صور بقالي ال؟ت Gimme word grootism او في التوازن بتاعه. عشان كده الناس فاكروا للتصوير ايه اما في الكاميرا وتعالين ان تصور. الموضوع يا جماعة موضوع محتاج وحتى بريل. احد نهار ده احيانا بتلاقي حاجات كده. الموتور او لتخلي بتاع الجامبل ده سابق. او موتير شغالة. فلو حاجة حصلت فيه. حسن الديلي باظر. فما حاسس بيركز اوه في الديتيالز دي غلة وكان فعلا انا حد شغال في بنفس الحاجة. او في ربس المجال. عجبتني اوه. عجبتني اوه. عجبتني اوه. اللي ورا. يعني باخد المخرج اللي مرتمى بالصورة. وبعدين واغتاك عشان تقول لك بص او منتحت بص عليك. رأس معانك خسوب اللي تبص. بيروز. باززيكة حلوة. كالرز. معمول بشكل حلو. ما توقع عني. يعني خليبالكو ست زي ده مصروف عليه جابت. انت عشان تعمل ست زي ده من الكالرز دي بالخشة دي لو حتف شغال بيسمعنا شغال في مجال البروداكشن او الانتاج ان هو بينزل مسلا يعمل اه مسلا بيعمل مسلا او حاجة بياركد بياني موضوع بيتعب. والموضوع في تعب والموضوع في فلوس وفي مجهول انه تستطب حاجة بالمنظر اللي انتش هكينه ده. فالموضوع مش اي كلام. ده اللي بيعجبني. بحب الحاجة بتعب عليها. حتى لو بيطلع فيو سكنز او لحظات سريعة بس حلوة. جميلة 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 اللقطة وبصده من الكاميرا طفحة جميلة اوية. الالوال مع الشمس اللي وراء طفحة. منا نايفة بحط الانزيمة. بحط انت مانيا في السحنة. ده في لا زمانيا حيوين. احنا عام انت ماني حاكين. تجلس. ولا يقول له حال مش سيدي. اللقصة حلوة قاولة. بتعز اللي انت بتضحك بطلع اصمع الكاميرا. يعني الكاميرا حركتها مع الانجل وتسمعها. بطلع اصمعها. ويتداخل معاه في الموت. انت مش رفراج عادييني خيبه خلاص. عادييني خيبه خلاص. عشو مجرد في يا جماعة الاخراغ والحاجات دي مش بس مجرد انك 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 تصوره خلاص. انك لازم تتخلل اللي قدامك بالفرق ده ايه. بتعمل ايه? هو ده بتعمل ايه? عشان كياه دايما اللايك والاضاءة والحبيب تفرق. عايش تباقي مسلا الموت اللي عام انه فيه كل. ازاي ما قلنا في المرة اللي فاتتة ما كان بناتكلم على مروان بابلو. الاضاءة بالالوان بالكل حاجة لها معنا. مش بتعمل كده خلاص. هنا مسلا انا عشان مسلا افكر في حاجة زي كده لان انا مسلا الموت العام دي. الموت العام تشيرفل فيه بهجة فيه فيه فن فيه لعب فيه رأس فيه تغييص. فكل ده يترجم ايه? يترجم الوان يترجم تروتكشن حلو. يترجم بلال متفصله بشكل شيك. يترجم في مود عام جولف مش عارف عربية ايه? الوان اضاءة. الفكرة اللي عجبتني ايه في فيديو ترانزيشن اللي بتعمل في الاول دي كان بصراحة حلو قوي متعوب عليه. ايه اوفرورد صراحة فيديو كليب حلو. وايجز برافو معيني انا طبعا انا بحق ويجز ولكن مش مش بيج فان قوي الويجز ولكن بيعمل حاجات حالة. يعني بيعمل حاجات مختلفة. بسماشي طبعا مع ديسكو مصر. طبعا لاغوا برا عليهم ابدا بيعملوا مزيكة تحفة. ايه برضو هنعملوكو ريفيوز تاني على على ديسكو مصر اللي هم عملوا برضو كليب من فترة. كنا عايزين بيعملوكو ريفيوز بس للاسف كنا مشهورين. اه بقى مع احمد باسيوني برضو. بجدم الراجل رهيب. عايزين برضو ريفيوز. اه ده كان النهاردة الريديو بتاعنا او بتاعنا على الفيديو بتاع ويجز ويجزكو مصر. اه ان شاء الله احنا حاول نعملوكو فيديوهات من من النوع ده كتير بحيس ان انا برضو بتيبقوا معنا في الصورة. وده ممتخلين برضو اللي بيجي يصور ده بيعمل ايه? وبرضو لو لو في حاجة حتى لو ملاش علاقة بالشغر بتاعنا. ليه علاقة مسلا بان فيديو حلو او في قصة حلو او الكلام ده. هنعمل عليه الفيديوز برضو. ممكن ندخل كمان لو انتم حابين تشوفوا ياريت تكتبونا في الكومنتز. اه لو في مثلا حاجات في فيديوهات مسلا اجنبية كتير منشوفها. لمغنيين احفة افلام الكلام ده. بتعجبنا كتير وبنبقى فعلا عايزين نقول للناس يا جماعة تركزوا في الحاجات دي اني مش اي حاجة باخبار منها. يعني او بتركزت في الحاجات دي او فعلا عايزين نقول لكم يا جماعة خلوا بالكوا ده الموضوع مش سهل ازا بنتوا فاكرين. اللقطة دي مش مجرد هل طعبالة ده فيها تعب كتير قوي. فهذا كان اللي فيو بتاعنا عشان ما اطولتش عليكم. اه كيفي كده. اه اتمنى يكون اه يكون اه عجبكم وبسطوا ليه وخدتوا بالكم الحاجات ما كنتش خدتوا ما كنتش شايفينها قبل كده. اه ما تسوش تابه اه ولايك سبسرايب للقناة تحت على يوتيوب وعلى فيس بوك وعلى الانستجرام. وطبع ما تسوش اقول لكم اه ان احنا اصلا اصلا في الاساس ميديا بردوكشن كامبري برندي حاجات زي كده ليه علاقة وافلام ومزيجة كل حاجة. توسط معنا على طول لو انتوا عندكم اي وانتوا حابين تقولونا اي تعليق اكتابونا في القومتز يهمنا جده رأينا. اشوفكم اخير.